بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة في مواجهة صعبة امام منتخب الكاميرون صاحب الارض المواجهة ان شاء الله هتكون يوم الخميس القادم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة منتخب مصر دخل البطولة بداية من مباراة كوديفوار اللي احنا كسبناها باداء مبهر منتخب مصر خد ثقة شفنا اداء رائع امام منتخب المغرب واحنا متأخرين بهدف ادرنا نرجع مرة تانية في ثقة كبيرة جدا في لعبي منتخب مصر في ثقة كبيرة جدا في الجهاز الفني دلوقتي فيه التفاف شعبي كبير من كل جماهير الكرة المصرية حول المنتخب الوطني مباراة صعبة اه مباراة صعبة منتخب الكاميرون منتخب محترم منتخب كبير بيلعب على ارضه وسط جمهوره لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في كل لعبي المنتخب الوطني ايه ايه الامور الصعبة اللي هتوجهنا اول حاجة غياب احمد حجازي احمد حجازي مدافع قوي بيمتاز بالطول النهاردة منتخب الكاميرون بيعتمد على العرضيات من ناحية اليمين فكان هيكون ليه دور كبير لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في محمد عبد المنعم في الونش وكمان في ايمن اشرف اللي هي لعب دور المساك في المباراة السابقة دي اول حاجة تاني حاجة عندنا بكاري جسامة الحكم بكاري جسامة ليه مواقف كتير جدا مع الكرة المصرية طبعا هيكون ممكن يكون اجامل اصحاب الارض لكن رسالتي للعب المنتخب مصر مش عايزين نرتكن للحكم كتير عايزين كل تركزنا وكل هدفنا في المباراة اه فيه اجهات كبير جدا بعد مباراة كودفور لعبنا 120 ديئة مباراة المغرب 120 ديئة هنروح نواجه منتخب مريح منتخب الكاميرون كسب جزر الكمر كسب جامبيا في 90 ديئة في عمر المباراة مش منتخب بجهد لعب قبلنا بيوم دي كلها في صالح منتخب الكاميرون لكن عندنا تحديات كبيرة عندنا امال وعندنا طموح كبير ان المنتخب المصر ان شاء الله يقدر يفوز باللقب التامن زي بقول لحضراتكم اه مباراة صعبة لكن لعبة منتخب مصر رجالة زي ما احنا بنشوف نقدر نرجع في الاوقات الصعبة نقدر نتغلب ان شاء الله على الاجهاد البدني بالتركيز الزهني والزهني هنا مهم جدا اللي يدافع صح في المباراة دي هو اللي يقدر يفوز بالمباراة شفنا دفاعات منتخب مصر فيه مباراة كودفور وشفنا دفاعات منتخب مصر فيه مباراة المغرب هي اللي ادتنا الافضلية ان احنا نقدر نكسب وقدرنا كمان واحنا متأخرين امام المغرب ان احنا نرجع علشان كده مستر كيروش بدأ يفهم المنتخب الوطني بشكل كبير بدأ يحط بصمته بدأ يكون فيه تحضير زهن كبير للمباراة القادمة واتمنها ان شاء الله في مباراة الكاميرون كل التوفيق لمنتخبنا الوطني نروح نتعرف اكتر مع نقدنا الرياضي لأستاذ محمد مراد تحياتي لك يا سيد محمد حبيبا كنتم سامة وكل سامة حالك طائب وخير وانت طيب في البداية طمنا بقى على منتخبنا الوطني وعايز توقعتك لمباراة الكاميرون القادمة يعني كبش زي ما حضرت قولك بالتالي يعني مطرش صعب بكل المخيص انت بتقبل فرقة زي ما انت حضرت قولت فرقة مرتاحة بدنيا وغسطانيا فرقة ما بيستفرش السافريات جوه كامل زي ما متخب مطر سافر يعني من الجولة الثالثة هو بيسافر من جروة لدوارة ومن دوالة اللوين دي كل الحاجات صبعا ارخاق انا كم بقى المسافة صبعا نص ساعة او ساعة لكن الحاجات دي كلها صبعا بيستبت برخاق بخدافر المطرين اللي حضرت انت عليهم مطرش كود وغوارة ومطرش المغرب والوقت بيضافي الكبير اللي احنا اللي انا ومقهود البدن الكبير اللي احنا بناء لكن ان شاء الله اي ان كان بقى الحاجات دي خلاص يعني وقتها خلص احنا احنا الاعذار دي نركنا في دم دم بيقولوا كده وكده ونركلت ومطرش الكاميرو مطرش طعب بكل المخيص سواء بقى خبت من النحية النفسية دلوقت بدأنا من مبارح كويس في اتهمية النتيجة نتيجة المساحات ممكن بسم التلاع فيها الجماهير مسافرة طيارتين اولا المساحات الحمد لله خلاص محمد كلها سلبية كلها سلبية كابتن الحمد لله يعني النتيجة ظهرت سلبية الحمد لله لكن برضو يعني من ضمن الحاجات التعامل النفسي ده برضو يعني برضو فيبدي اثر على العيبة وعلى الجهاز الفني لكن الجهاز الفني او للطب تحديدا نجح ان هو يعني عمل وسيل الضغط اللي هو اعلى ان هو هيتعاقد مع مع احدى المعامل الخاص هناك في الكاميرون وايام المسحة قبل المطش كان نوع من انواع الضغط على الاتحاد الاصريكي ده او لجنة المنظمة ان هو لو كان فيه اي نجا للتلاعب لا فيه ده 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 مساحات صريحة تقبلها من النتيجة كلها الحمد لله تلبيا شوفنا الاشعاعات اللي ظهرت يعني ان ان محمد صراحة ايجابي كنا كان الحمد لله مبارح اللي هو ده اللعيب تهديم مية في مية والحمد لله اللاعب تالي وكل ده موضوع كابتن الحاجات دي كلها نفسية لكن إن شاء الله نقدر نتعامل مع المتخب اللاعبة كلها يعني يا الله يكون فعنهم بتواجد كهات تواجد ناوي خلاص لبره مطش الكاميرون ومر يعني لو تهنا النهائي برضو كذا في صعوبة النوايب موظوظ محمد الوجابة اللي بيتم تأهيله بيتم تأهيله طبيا وبدنيا عشان نلحق المطش وبدن أنها يبقى موظوظة كابتن محمد عبد المنعم حقيقة مطاقة البطولة وأننا شايفون نادي تأهل الفترة الجاية بعد غياب أحمد حجازي يا أصوص محمد مين الممكن يشغل في دفاعات متخب مصر محمد عبد المنعم إن شاء الله موجود ممكن يكون يبتدي مبداي أيمن أشرف ولا عودة الونش مرة أخرى هو الغد دلوقتي كابتن يعني محمد عبد المنعم ده أساس لما انت حضرها قولتن يقنبه بقى إن شاء الله الونش يكون هو اللي موجود جنب محمد عبد المنعم ويتم الاحتفاظ يعني في اتجاه هو إن يتم الاحتفاظ بأيمن أشرف كورقة بقى دي أشغر يعني سواء بقى في مركز زايرة أيصر لفضل الله إصابة أحمد تتروحة وإصابة أي من المساكين فالونش الحقيقة يعني شارك بتبريب مبارك والنهاردة وظهر مستوى خويت فالرغاد دلوقتي هو الغرب وفي تامريم بكرة لختيامة ده اللي يتم في تحديد التشكيل انهيالك من الغربة والمؤشرات عايز أخذك برضو نقطة تانية مهمة عندك مخاوف من التحكيم بكاري جسامة ولا النهاردة كان في محاضرة من كروش عن التحكيم مش عايزين نشغل نفسنا بالتحكيم كل هدفنا المباراة والتركيز الزهني زي ما حداك بتقول بصة كافة يعني برضوك من الحاجات النفسية اللي بدأوا ينعبوا بها انهم يبقى فيه طبعا الحكام هيبوا ضدك العوامل النفسية انا مش عايز اقول لك ان انت تستدورة رمضانية يعني العوامل هناك انت مستلعبش بطولة محترفة في بعض العوامل هناك يعني بتحكيها تلاثين اربيعين سنة تلاثين اربيعين سنة كرة الأفريقية ففي تخوف كبير جدا من الحكم والضغط جماهيري والضغط اللي جاء للمنظمة هناك على الكاف وعلى الحكام لكن الحمد لله الاعلام المصري بدأ يرعب بالحيطة دي وبدأ يتكلم ان فيه التخوف من الحكام على مطش مطس وكامل ولكن ان شاء الله المطش يخرج بصورة كويسة اللعيبة طبعا يعني خلاص بعد مطش المغرب كابتن والحكم السن غادي اللي كان موجود طبعا يعني خلاص بعندهم خبرة التعامل مع الفكام والتعاود على الأخطاء دي ده لكن ننهي المطش ان شاء الله بينا عن الحكام وعيدة على الأخطاء التحكمية المنتخب الحياة شاهد ان روح تغيرت جدا جدا بعد مطش المغرب عندنا ان شاء الله لعيبة يعني الله يكون فعونا طبعا المجهود المسلول والإقامة الحياة السيئة جدا حضرتك طبعا كبتن نادي الأهل وكبتن ده كبتن فعارف يعني أكيد عازر العيبة طبعا لكن خاصهم اتعاودوا على الحياة على حاجة دي وخلاص يعني حتى التيروش والسفر الدرندري وحلم مشهور موجودين معهم يعني اكتلوا معهم قالوا لهم يعني عايزين يعني اتخل الحاجات دي كده خلاص نتبها على جنب ونركز من مطش ومش عايزين نشغل حيئة ومهما كانت الظروف صعبة رجالتنا أدها وإدود منشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد مراد الناقد الرياضي رغم كل الظروف لنا هدف هدف هي البطولة التامنة تاريخ جديد يكتب للكرة المصرية ويكتب للجيل ده إنه هو جيل يستحق وفعلا زي ما أقول لحضراتكم بدأوا يدخلوا أجواء البطولة من مباراة كودفور فعلشان كده بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا أمام الكاميرا واحد برضو عايزين نسلط عليه الضوء واحد من نجوم البطولة من اكتشافات البطولة اللي كنا هنا في الأشبال دايما بنتكلم عنه وبنسلط عنه الضوء وهو لسه ولد صغير عنده 17 سنة دلوقتي ما شاء الله هو مريد 99 عنده 22 سنة محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم اللي احنا بنشوفه بيقدم مستويات أكثر من رائعة تحس إنه هو مدافع دولي بيلعب منذ سنوات طويلة محمد عبد المنعم اللي بيلعب بثقة كبيرة جدا وعنده شخصية النادي الأهلي والشخصية اللي تعلمها في قطاع النشئين بالنادي الأهلي وإحنا هنا كنا بنستضيفه وهو ولد صغير كان يقول طموحي ألعب في النادي الأهلي طموحي إن أنا ألعب في منتخب مصر وكنا دايما بنراهن عليه بنبارك طبعا لي عودته مرة أخرى لبيته والنادي الأهلي بعد المستوى الأكثر من رائع وزا ما احنا شايفينه ما ابتداش آه البطولة من البدايته لكن لما كان متواجد في مباراة السودان بيسجل هدف وهو دايما كان مميز في الكرات العرضية وإحنا بنزيع الماتشاط هنا على قناة الأهلي وهو لسه في قطاع الناشئين كان مميز فيها طلع بيها مع المنتخب الأول وبرضه بيسجل في السودان وشوفنا برضه في منتخب المغرب أو لقاء المغرب وهو كرة عرضية مرموش وهو بيعملها في المرمة ومحمد صلاح بيكملها محمد عبد المنعم بنبارك له عودته مرة أخرى للنادي الأهلي مكسب كبير وإضافة كبيرة بنشكر إدارة فيوتشر على التعاون ما بينها وبين إدارة النادي الأهلي لسي منتخبنا الوطني ونروح بقى لكأس العالم للأندية كأس العالم للأندية لكل الأهلوية بينتظروا إن شاء الله يوم 5 فبراير بعد أيام قليلة ولقاء مهم جدا أمام منتيري بس النادي الأهلي سفرت مبارح لاستعدادات بدأت من النهاردة النهاردة فيه تركيز كبير في كل البعثة تدريبات كانت منذ قليل كل اللعيبة مستعدة كل اللعيبة إن شاء الله عايزة تعمل حاجة رغم الظروف الصعبة اللي ميبر بيها النادي الأهلي آه ظروف صعبة عندنا في لعيبة متواجدة في منتخب مصر ودايما هنقولها هنا في قناة الأهلي وكل مسؤولين النادي الأهلي هيقولوها مصر أولا قبل النادي الأهلي حتى لو الموضوع ده تكرر ألف مرة في الألف مرة لعيبة النادي الأهلي هتروح منتخب مصر آه عندنا ظروف صعبة عندنا لعيبة مهمة موجودة مع منتخب مصر عندنا إصابات عندنا فيروس كورونا اللي بيضرب في كل اللعيبة دلوقتي تلاقي نفسك إيجابي دلوقتي بعد عشر ده بتلاقي نفسك بتلاقي نفسك سلبي بتلاقي بعد عشر ده إيجابي آه كل الظروف صعبة لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في كل لعيبة النادي الأهلي كان فيه النهاردة تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي النهاردة كابتن محمود الخطيب ليه تصريحات مهمة جدا عايز أبتدي التصريحات بأول حاجة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهو بيشكر أو بيوجه الشكر والتحية لدورة الامارات الشقيقة على الاهتمام وحفاوة الاستقبال ده مش غريب بالمناسبة على دولة كبيرة ودولة عظيمة زي دولة الامارات كل ما يروح النادي الأهلي ويكون متواجد في الامارات دايما بنشوف حسن الاستقبال وحسن الحفاوة هناك من كل الاماراتيين وكل الشعب الاماراتي بارح كان فيه استقبال كبير جدا لبعثة النادي الأهلي علشان كده كابتن محمود الخطيب بيوجه الشكر لبعثة أول دولة الامارات شفنا كمان من كم يوم من أيام قليلة كابتن محمود الخطيب لما كان بياخد جايزة النادي الأهلي أو جايزة محمد بن راشد في الإبداع حسن استقبال وحفاوة كبيرة أيضا لكابتن محمود الخطيب فده مش غريب على دورة الامارات الشقيقة شايفين طبعا بعض من جماهير النادي الأهلي فيه استقبال بارح بعثة النادي الأهلي وكل لعب النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وهيكون بالمناسبة يوم خمسة فبراير أول مباراة أمام منتيري هيكون فيه جماهير مصرية تملى كل الاستاد وفيه دعم ومؤذرة كبيرة لكل لعب النادي الأهلي الحاجة التانية في تصريحات الكابتن محمود الخطيب النهاردة لنا وقفت عندها برضو أو هنقف عندها قال النسيقة كبيرة في لعب النادي الأهلي اللي هيشاركه في البطولة وأي لعب يرتدي تشيرت النادي الأهلي في أي مناسبة مهما كانت الظروف هيبزل أقصى ما لديه وإن الهدف من المشاركة سيكون ذات الهدف في المرات السابقة وهو ده اللي دايما هنقوله الأهلي بمن حضر آه بنشوف لعبة مش موجودة لعبة مصابة لعبة عندها كورونا لكن إن شاء الله البركة في الموجودين حتى اللعبة الصغيرة اللي احنا بنشوفها دلوقتي بنشوف دلوقتي محمد أشرف محمد فخري زياد طارق مصطفى شبير ومحمد مغربي اللي دلوقتي في الطريق مسافرين لبعث النادي الأهلي بعد ما كانت النتيجة إيجابية الحمد لله قرروها مرة تانية وطلعت سلبية وفي طريقهم دلوقتي الانضمام لبعثة النادي الأهلي كمان موجود زينا بقول لحضراتكم محمد فخري وزياد طارق وكل اللعبة الصغيرة اللي ده حلم بالنسبة لهم النهاردة مقولة الأهلي بمن حضر النهاردة فيه مسئولية كبيرة على لعبة النادي الأهلي اللعبة الموجودة دي لعبة كبيرة النهاردة لما نيجي نشوف علي معلول ديانج شاركو في كاس العلم السابق محمد هاني شارك حسين الشحات طاهر شاركو محمد مجدي أفشا شارك عندنا لعبة عمار حمدي لعب برضو لعب كبير جدا استفاد من الفترة اللي فات وجاهز إن شاء الله يكون موجود أيضا ياسر إبراهيم رمي ربيعة شارك قبل كده فإن شاء الله عندنا لعبة مميزة تقدر إن شاء الله تقدر برضو تعمل نفس المستوى ونفس المكانة اللي عملتها اللعبة اللي مش موجودة علشان كده الكابتن محمود الخطيب في رسالته النهاردة وفي تصريحاته بقول عندنا ثقة كبيرة إن شاء الله في اللعبة اللي موجودة إن شاء الله في الإمارات علشان تمثل النادي الأهلي يوم 5 فبراير أمام منتير الحاجة التانية عايزة أقف عندها برضو في تصريحات الكابتن محمود الخطيب ودي حاجة مهمة جدا في تصريحاته ودي تكررت مرتين قال مصلحة مصر أولا التعارض اللي حصل النهاردة المواعيد والتداخل في المواعيد حتة النهاردة النادي الأهلي النادي الأهلي قام بدوره على أكمل وجه خاطب الاتحاد الدولي خاطب الاتحاد الأفريقي خاطب اللجنة السلسية وكان رئيس اللجنة السلسية وقتها علشان يحل الأزمة أو يساعد النادي الأهلي في أزمته النادي الأهلي عمل دوره على أكمل وجه لكن للأسف كان فيه مسؤول غير مسؤول هو اللي كان قال تصريحاته وأنا مش حابب أن أقولها على الهوى مرة تانية لكن النادي الأهلي عمل دوره لكن النادي الأهلي دلوقتي بعد تداخل المواعيد قال مصلحة مصر أولا ده علشان الناس اللي كانت بتزايد الناس اللي كانت بتقول يعني إيه مقولة الأهلي فوق الجميع مفيش المقولة دي وكنا دايماً بنطلع ونقول ونفسر ونشرح النادي الأهلي فوق أبنائه فوق محبيه فوق لاعبيه فوق جماهيره لكن مصلحة مصر أولاً ده النهاردة النادي الأهلي بيقوله مش كلام ده بيقوله فعل لما نشوف أهم العناصر عندك علشان منتخب مصر علشان النهاردة لما تقدر تسعد الشعب المصري كأن النهاردة إحنا هنكون فخورين كأهلوية إن عندنا لعيبة مثالة منتخب مصر وقدر منتخب مصر يحصل على البطولة الحاجة التانية في الأولمبياد الأولمبياد السابقة من كام شهر وهي ما كانتش بطولة رسمية وكانت خرج الأجندة الدولية النادي الأهلي عمل إيه برضو نفس المقولة مصر أولاً نفس اللعيبة دي انضمت لمتخب مصر وده بالمناسبة كلفنا إن إحنا نخسر الدوري وفقدنا نقاط وقتها مش مهم الدوري ومش مهم النادي الأهلي مصر أولاً نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين بحضراتكم مرة تاني أهلاً بحضراتكم من جديد كأس العالم الأندية هو حديث الأهلوية إن شاء الله برغم الظروف الصعبة لكن إن شاء الله إحنا متفقلين برضو عايز أتكلم وصلة الضوء عن الناشئين اللي كانوا أو هيكونوا موجودين إن شاء الله في كأس العالم الأندية في القايمة عندنا لعبة الفترة اللي فاتت لعبوا في كأس الربطة خادوا خبرات إن شاء الله هيكونوا موجودين ودي تجربة مهمة جداً ليهم لما يبتدي حياته بمحفل عالمي زي كأس العالم للأندية خبرات كبيرة جداً حاجة هتتحط في تاريخهم وفي سيفي بتاعهم النهاردة لما نتكلم عن محمد فخر وزياد طارق اللي ظهروا بشكل مميز جداً في بطولة كأس الربطة عندنا أحمد أشرف الباكليفت اللي لفت الأنظار لعب صغير مدافع قوي وكمان مميز برجله الشمال في نواحة الهجومية وعمل كمان الهدف اللي جابه زياد طارق في مباراة المؤولين عايز أتكلم عن حراسة المرمى حراسة المرمى مع علي لطفي عندنا النهاردة تلاتة من قطاع الناشئين مصطفى الشبير مصطفى الشبير اللي بيقدي مستوى الترائع ونقول له حمد الله على السلامة عندنا أيضاً حمزة علاء للعب المباراة الأخيرة وبرضو ظهر بمظهر جايج جداً وعندنا أصغر لعب في البطولة مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الأهلي اشتراسة نادي من الترسانة موجود برضو مع بعثة النادي الأهلي نتمنى لكل الناشئين إن شاء الله يعني التوفيق أي حد فيهم ياخد فرصة إن شاء الله يستغلها وتبقى بداية خير بالنسبانه هنروح بقى للبرتغال البرتغال ومعنا دلوقتي عبر سكايب واحد من أهم خبراء قطاعات الناشئين في أوروبا مستر خسي لويس فيديجال مدير أكاديمية سبورتنج لشبونة البرتغالي في البداية بنرحب بك مستر خسي مساء الخير للجميع وأحيي جمهير النادي الأهلي وجمهير شاشة كناة النادي الأهلي أنا سعيد لتوجود على شاشة كناة الأهلي وأعتقد أن الأهلي يمر بفترة كبيرة وفترة عصيبة لكن الأهلي يتطور وبراعم الأهلي تتطور وشاهدت البعض منهم في المبارات الأخيرة بتتطبيع النادي الأهلي بشكل جيد مستر خسي بالطبع نتحدث عن واحد من أعظم الأندية في قرية أفريقيا وثاني أكثر الأندية تطويجا بالبطولات في العالم الأهلي 42 بطولة للدور المصري نتحدث عن 37 لكأس مصر بطولات كثيرة لأفريقيا 10 بطولات في أفريقيا الأهلي معروف هذه الأرقام إذا ما ذهبت إلى الإنترنت ستجد تاريخ الأهلي تاريخ عظيم يتحدث عن نفسه وأعتقد أن كابتن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر يرسل دائما لي الرسائل من مصر وإنت بتتكلم بقى كواس أنك كلمتنا عن مستر كيروش شايف المستوى اللي بقدمه في الكرة المصرية إزاي؟ وشايف كمان المواجهة المرتقبة القادمة أمام منتخب الكاميرون هتكون مواجهة برتغالية مستر كيروش أمام أنتونيو كونسساو مدرب منتخب الكاميرون وهو أيضا برتغالي سوف تكون مواجهة كبيرة جدا أنا أحد تلميذ مستر كارلوس كيروش عندما كان في أكاديمية سبورتينج لشبونا ولعبت معه عندما كان مدرب لشبونا وفي أكاديمية سبورتينج لشبونا وكنت معه في فترة معاشا في إيطاليا عندما كان كارلوس كيروش في ريال مدريد وكان في الجالاكتش ريال مدريد العظيم لذا أتحدث عن مباراة سيمي فاينال منتخب مصر أمام الكاميرون ستكون مباراة كبيرة عظيمة جدا بين المدرستين برتغاليين لكن أعتقد أن كارلوس كيروش سيتفوق على أنتونيو كونسساو في المباراة القادمة لمنتخب مصر أمام الكاميرون والآن أعتقد أن كونسساو وكيروش سيقومون بمباراة عظيمة طاليك بمنتخب مصر ومنتخب الكاميرون وبطولة أفريقيا كارلوس كيروش لديه أسماء عظيمة في المنتخب المصري مثل محمد صلاح صلاح يصنع التاريخ وتمنى أن يصنعه مع منتخب مصر وأعتقد أن محمد صلاح في أي فريق يمكن أن يحدد نتيجة المباراة أكاديمية سبورتج لشبونة من أهم الأكاديميات الموجودة في أوروبا أبرز النجوم اللي اكتشفهم مستر خوسيه وأدهمهم للكرة البرتغالية وأيضا للكرة الأوروبية أكتشفت العديد ولكن أستطيع أن أقول لك أن أكاديمية سبورتج لشبونة قد خرجت العديد من العزماء مثل كريسيانو رونالدو ولويس فيغو لكن عندما تواجدت أنا في الأكاديمية سنة 2010 اكتشفت نونو منديز لعب باريس سين جرمان وجواو ماريو لعب إنتر ميلان إيريك داير سنتر باك توتنهام والمنتخب إنجلترا وسيميدو لعب منتخب البرتغال وهو سنتر باك قوي والذي عاد من أولمبيا كوس لازبيلا بورتو ثم بمفيكا لدينا العديد من المناجم العظيمة في سبورت إنجلس بونا التي استفاد منها النادي على ناحية المادية ومن ناحية مساعدة الفريق الأول سبورت إنجلس بونا أكاديمية عظيمة لديها اسمها وتستطيع أن تجد العديد من المناجم في هذه الأكاديمية لكن الأكاديمية لديها عملها ونحن لدينا خطة نعمل بها على مدار سنوي وأتمنى توجيه بعض النصائح لمدير الأكاديمية الأفريقية والعربية خاصة أني على أحد أعظم القنوات وأعلم أن قناة الأهل لديها متابعة يجب أن تهتموا بالبراعم ويجب أن تهتموا بالناشئين لأن الشباب والبراعم والأجبال من الممكن أن يصنعوا العديد من البطولات إذا ما لقوا اهتمام عظيم من مدير الأكاديميات ومدير الناشئين لذا نصيحتي يجب أن تشاهدوا البراعم يجب أن تعطوا الاهتمام من الأشبال يجب أن تعملوا كثيرا مع الناشئين لأنهم المستقبل وسيوفرون عليكم أموال كثيرة يجب أن تضخ هذه الأموال في مصلحة النادي أنت تتحدث الآن عن عظماء الذي كتذكرتهم وكتكتشفتهم ضخ العديد من الأموال لسبورت إنجريش بونا النادي ساعد النادي سبورت إنجريش بونا لديها العديد من البطولات استفدنا منهم من الناحية المادية ومن الناحية الرياضية وأنا أعلم أن مع نجم للنادي الأهلي سابقا وتهتم أيضا من ناشئين يجب أن تقول هذه النصائح لمدير الأكاديميات العربية ومدير الأكاديميات الأفريقية لأن اللاعب العربي لديه إمكانيات عظيمة إيه النصيحة بقى لقدم ميستر خوسي لللاعبين بقى لللاعبين في اقطاعات الناشئين سواء في مصر أو في أفريقيا أو في العالم كله خاصة ميستر خوسي عنده خبرات كبيرة جدا في اكتشاف النجوم والمواهد سؤال جيد بالنسبة لي أنا ولدت في أفريقيا أنا أصولي أفريقية ولكن ذهبت من أفريقيا إلى أوروبا وصنعت المجل وفست بالعديد من البطولات ولعبت للمنتقب الإيطالي سوري للمنتقب البرتغالي لكن أقول للشاب أو أقول للناشئ يجب أن تحلم ويجب أن تكون واصف من إمكانياتك وقدراتك ويجب أن تستمع دائما لنصائح المدير الفني يجب أن تتعامل مع الأكاديمية كمدرسة تتعلم على عديد من الأشياء إذا كنت بلعب مباراة جيدة لا تقول سوف أكون الأفضل في العالم لأنك لم تصنع شيء يجب أن تعمل كثيرا يجب أن تستمع لنصائح اللاعبين الأكبر منك سنن لأن الأداء هم العديد من الخبرات كتستفيد بها يجب أن تسمع دائما لمديرك الفني لأن مديرك الفني مثل والدك هو يريد مصلحتك في الأول وفي الآخر يجب أن تستمع لنصائح عظيمة مثل محمد صلاح لسديو ماني يجب أن تدرس هذا يجب أن تستمع لهؤلاء كيف كانوا وكيف أصبحوا أسمع جيدا للنصائح للمدير للخبراء للنصائح العديدة للأكبر منك عمرا وأكبر منك سنن وسوف تصبح مثلهم يجب أن تكون متواضع وتصق في إمكانياتك بنشكرك شكرا جزيلا ميسر خسيع على النصائح الغالية دي لأبنائنا في قطاعات الناشئين بشكره شكرا جزيلا نروح لفاصل وبعد الفاصل أستقبل ضيفي الأول محمد أحمد بيسو لاعب النادي الأهلي المحترف في زيسكوف أتيشيك أهلا بحضراتكم من جديد في حلقة سابق قبل كده استضفنا اتنين من أبناء الأهلي المحترفين في زيسكوف مصطفى فوزي وميدو حسام النهاردة معنا التالت بتاعهم محمد أحمد بيسو اللي إن شاء الله مسافر بعد بكرة علشان يكمل تجربته مع زيسكوف تشيك المتمنى له فيها إن شاء الله كل التوفيق في البداية بنرحب بك يا محمد أهلا بك يا كابتن إزاها حضراتك أخبارك إيه الحمد لله كله بخير قل لي مسافر إمتى إن شاء الله إن شاء الله رايح بكرة طلع تصريح السفر وبعد كده عمل بيسو واسافر بقى على طول سافر بعد بكرة آه بإذن الله مصطفى فوزي وميدو سبقوك آه سبقوني من أسبوع تقريبا كويس آه قل لي بقى التجربة أكتر حاجة استفدت منها إيه في تجربتك في احتراف أحمال أقوى في الجو البرد كمان هناك في التشيك قل لي التجربة ومدى الاستفادة منها لا طبعا التجربة مختلفة خالص يعني كل حاجة عكسي هنا من أول الجو التفكير لطريقة التعامل كل حاجة كل حاجة مختلفة يعني في البداية أول مشكلة وجهتنا أناك كانت الجو يعني كنا احنا هناك المفروض هنا في الصيف هناك كان الجو برد دي أول حاجة التمارين مختلفة الحمل مختلف القوة البدنية هناك مش طبيعية فعلا مش طبيعية عكس هنا تماما يعني احنا هنا بنركز في الكورة جزء البدني بيبقى آه 70% مثلا أو كده بس هناك لا كل حاجة بدنية 100% آه أهم حاجة هناك القوة البدنية دي أكتر يعني مش هنقول مشكلة بس دي أكتر صعوبة احنا بنواجهها هناك هي مسألة القوة البدنية علشان برضو الناس يعني تعرفك أكتر مركزك إيه أنا بلعب فيرود وبلاي ميكر يعني الجزء اللي قدام ده أنا بجيت فيه يعني بشكل كويس الحمد لله يعني بتلعب برضو على الأطراف صح كده آه يعني آه بلعب في الأطراف وكده كابتن عمرو هو اللي كان وظفني في مركز بلاي ميكر السال فاتد بس هو كان أول واحد اللي عبني فيها زمان خالص كان كابتن ياسر رجب يعني تمام هناك انت بتلعب مع الفيرس تيم بنلعب مع الفيرس تيم وفيه أوقات أول ما روحنا لما كنا مش جاهزين لسه بسبب مشكلة البدني وكده كنا بنلعب مع الساكن تيم لقيتنا كام ماطش كده لحد دم مدوني بايت كويس إزاي برضو عايز أخذك إزاي قدرت تتأقلم هناك طبعا الأحمال انت بتقول لي المستوى البدني هناك بيهتموا بيه بشكل كبير لقيت صعوبة في الأول ولا قدرتوا تتأقلموا بسرعة آه احنا لقينا صعوبة بس اتأقلمنا بسرعة يعني بصراحة احنا معنا هناك كابتن فراس ده الوكيل بتاعنا وكابتن زيزو هم بصراحة يعني يتعبوا معنا جدا في الأول يعني كابتن فراس كان كل شوية يتكلم معنا لازم نعمل ايه ننام بدري الموعيدي يزبطها لنا يزبط لنا أكلنا جايب لنا ناس متخصصة تشتغل معنا في الكلام ده لا هو بصراحة اللي عدى معنا في فترة الأولى الصعبة دي كلها كابتن فراس هو ليه الفضل يعني بصراحة عندنا بعض اللقاطات ليك ولكن دي كانت في مبارياتك في كتاع النشي بيناد لعلي قول لي جيمت كم هدف هناك انا شاركت في سبع متشاط جيمت ثلاثة كويس بقى مع الفرس تيم والساكن تيم شاركت في خمسة معنا برضو أهداف ليك وبعض اللقاطات ليك هناك من التشيك هناك اه الساكن تيم جيمت خمس تجوان كل متش تعريبا كنت أجيب جول اللغة بقى أخبارها ايه لا اللغة صعبة اللغة صعبة اللغة اللي تشيكي صعبة او بصراحة احنا بنتعامل بالإنجليش يعني هما هناك عشان احنا عايزين في العاصمة فده مساعدنا شوية يعني انهما بيتكلموا إنجليش كويس فده بيخلينا يعني ايه نخبط معهم شوية بس الدنيا ماشي يعني بالإنجليش كويس بس اللي تشيكي صعبة او بصراحة طبعا اه لا لا صعب المدير الفان اللي قد عاد معنا وقال لنا أنه ممكن يعلمنا تشيكي وكذا بس انا فهمنا أن اللغة مش هنعرف نتعايش بها في حاجات كثيرة يعني فقال الإنجليش الأهم هو بقى قال لنا تطوروا الإنجليش بتاعك وكذا تكلم معنا في تجربة سابقة قبلوك أحمد عبدالقادر برضو في التشيك شفتوا ازاي التجربة دي خاصة رجع مرة تانية للنادي الأهلي ودائما بقولها بمستوى بدني أعلى تكوين جثماني أفضل فقالا هو إحنا وإحنا مسافرين كان أحمد عبدالقادر أتكلم معنا وقال لنا تم التواصل أتكلم معنا هناك هتلاقوا صعوبة في الكوة البدنية والحمل البدني صعب بس أحب طبعا كنا شايفين لما هو رجع الفرق كنا نعرف أحمد عبدالقادر من زمان لما سافر ولأ هو اتطور جامد وكمان هو هناك فتح لنا السكة أن نخش يعني فكرة تقريبا هو كان أول مصري يخش هناك والناس كانت تعرفته هناك يعني هو بقى سهلنا الموضوع شوية يعني خلى الموضوع إيه لا أحلى بكتير يا بصراحة من اللي بيتابعك وأنتو هناك أو بيتم التواصل معاكم من مصر هنا من الناد الأهل لا فيه كتير بس أبرزهم كابتن خالي بيبو فيه بيحصل بيكلمك دايما ومستر بروكتش برضو بيكلمنا وكابتن أمير توفيق برضو معنا على طول لو فيه أي حاجة أي حاجة محتاجينها بنقوله على طول وبنتكلمه كابتن خالي بيبو بيحللنا مشاكل أوقات لو فيه مشكلة أو كده لا يعني الناس مستيبين يعني بيكلمون لازم كل أسبوع بنتجمع كده في فيديو كول وآه بيشوف بقى الدنيا طب لعبت كم ماتش طب عملت إيه الأسبوع ده التمارين ماشي ازاي لا أدوس شوية كده لازم كل واحد فينا مين اللي جابك النادي الأهلي بيسو؟ أنا اللي جابني النادي الأهلي كابتن ياسر رجب ياسر رجب خلي بقى كابتن ياسر رجب هيكون ضيفنا في الفقرة الثانية بعديد مبتشف عديد من النجوم بصراحة يعني أنا كابتن ياسر رجب كان جابني كنت أنا فتحت الشرطة وهو أتكلم معي وكده والحمد لله يعني أنا فاكر أن اتسجلت في النادي قبل الكتب كم ساعة يعني كان في سبعة واحد قبل الكتب ساعتين تلاتة مثلا وبس وكن حظي حلو مع كابتن ياسر يا قدوني كيتمشي حلو كان عندك كم سنة وقتها؟ كن عندي 12 سنة من 2013 كده بس وشاركت بقى مع كابتن ياسر وكانت بداية خير يعني بصراحة أبرز المدربين اللي ليهم فضلة عليك تعلمت منهم في قطاع النشيب ندلال كابتن ياسر طبعا كابتن ياسر رقم واحد بس يعني بصراحة كل كابتن مسكني بعد كابتن ياسر يعني كابتن محمد سعد وكابتن أمين عرابي وكابتن عمرا أنور وكابتن ميت حطاس كل حد فيهم أثر فيها بطريقة معينة من ناحية التفكير أو لو في طريقة لعب فهم بصراحة كل واحد فيهم أضاف لي ودي حاجة أنا منساش أبدا كنتم تبقى مبسوطين لما كنا بنزع لكم الماتشاط هنا ونعملوك سوى تحليلي على قناة لهلي اه طبعا يعني دي حاجة خلتنا من بدري الضغط يروح من علينا فكرة أنت بيتزع لك ماتش لايف دي حاجة خلت الضغط يروح من عليك اللي هو إحنا كان عندنا مثلا 17 سنة 18 سنة وبيتزع لنا ماتش لايف فدي حاجة خلاص إحنا تعودنا على كده لما نبقى كبار بقى لما نجبر ونلاقي الموضوع ده خلاص لأ إحنا الرهبة راحت بقى خلاص من علينا ده هيخدني الحتة تانية شفت الكم من ناشئين اللعبه في كاس الرابطة اه طبعا وانت قاعد بتتفرج على العدد الكبير ده والفرص الكبيرة دي كان زمان بتشوف واحدة أو اثنين يطلع وسط اللعبة الفريق الأول أما دلوقتي شايف فريق كامل من قطاع الناشئين بالنادي الأهل لا طبعا الوضع اختلف ودلوقتي هم لما لعبهم قدوا بصورة أكتر من ممتازة وماشاء الله ماشاء الله يعني كل واحد فيهم جالوا عرضة أو اثنين ودي حاجة برضو أكيد النادي بيفكر لها أمانه هو راح في يوتشا ربنا يكرمه ويوفقه وبيت زميلي دلوقتي مع النادي هناك هيلعبه ان شاء الله في كاس العالم لأن دي رب اه زياد طاري وفخري وعندك احمد محمد أشرف وحتى مصافة مخلوف حراسة المرمى ومحافز علاء ومغربي يعني ان شاء الله ربنا يكرمهم كده وده الطبيع النادي الأهل دايما هو البداية في أي حاجة هو اللي بدأ ان هو يلعب بالناشئين ومخافش يعني هم يعتبر دلوقتي مش ناشئين هم لعب أكبر ودبا في الملعب بصراحة وهي كانت التجربة بتاعتنا وفكرتنا وهدفنا ان احنا نزيع الماتشوات علشان ما يتفاجأوش بيها لما يدقوا أول سلمة مع الفريق الأول بالزبط خدوا الأمور ببساطة هناك بقى انت في تشيك قولي بيتكلمه ازاي عن النادي الأهلي هو أصلا يعني هم كانوا شايفين ان النادي الأهلي هم عارفين النادي الأهلي انه أكبر نادي في أفريقيا ودائما بيمثلوه بألفين وعشرة برشلونة فريق برشلونة بيشبهه النادي الأهلي برشلونة بالذات نسخة ألفين وعشرة لأن هم شايفين النادي الأهلي بيلعب كرة كرة أوروبية هم كانوا دائما يقولون لنا لا حرام النادي ده يبقى في أفريقيا يجب أن يبقى في أوروبا هم شايفين كده هناك الدوري شغال دلوقتي لا لا الدوري مش شغال بدأنا فترة الاعداد من أسبوع عشرة أيام اه تقريبا تبتدوا إمتى بقى المباريات عشرة ثلاثة عشرة طب لسه ما شاء الله لسه في وقت عشان الشتاء وكده هم هناك بيبقى فيه توقف يعني هناك معاك مصطفى فوزي وميدو يعني أكيد برضو الدنيا مهونين على بعض لا بصراحة هم يعني الدنيا احنا بنهون على بعض كل واحد ممكن يوم أنا بقى متضايق هم بيبسطوني هم بقى ميدو متضايق انا وبسطوا لا وبنفك الدنيا عن بعض كتير بصراحة تب قولي بقى المواقف الحلوة هناك وانتوا في الغربة يعني لا مواقف حلوة خاصة المصطفى فوزي التشيك بتاعه حلوة اوي صراحة لا يعني هو مواقف كتير بس هو أبرز مواقف يا عم مصطفى دايما يحطني في المواقف ده بيبقى محتاج حاجة مثلا أو عايز حاجة وأنا في نفس الوقت مشغول بعمل حاجة يجبني يقول لي لا تعالك كلم مع ده وشوف لي بالموضوع ده يعني انا يمكن عشان بغرف اتعامل شوية مع الناس هناك بالانجليش وكده فدائما بقى انا اتورد في دايما انا اتورد في الكلام ده والاكل بقى يعني يعني انا بغرف عمل اكل ومصطفى بقى في عمل اكل ميدو بقى مفيش اه بالزبط كده تموحاتك بقى تموحاتك الفترة اللي جاية انت في تجربة مهمة جدا اكيد هتكتسب فيها خبرات تموحاتك ان شاء الله الفترة اللي جاية انا رقم واحد النادي الاهلي يعني انا لو ليا ما كان في النادي الاهلي ارجع ولو انا تحت امر النادي في اي وقت ودي حاجة يعني مش محتاجة اولى وثاني حاجة منتخب مصر يعني هذا في الاساسي منتخب مصر وخصوصا بعد لما لقينا الفترة اللي فاتت ان اللي بيلعب بيروح المنتخب بمنتخب السهولة اه تشوفت محمد عبد المنعد كان معاكو في قطاع الناشئين خد خطوة خطوة تانية في منتخب مصر يعني ما شاء الله ربنا يكريمه في نفس الوقت عمر مرموش عمر مرموش يعني لعيب كبير بصراحة ولسه لسه فيه لعيبة كله اما اللعبة هتلعب وتاخد فرصة حقيقا اخيرا مين مسلاك الاعلم محليا محليا عالمين انت عايزه يعني انا بصراحة بحب افشة بحبه بحبه يعني وكابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب تماناك كل التوفيق محمد وان شاء الله يعني تحقق كل طموحاتك وتكون تجربة نجحة ان شاء الله في زيسكوف وترجع بيتك مرة اخرى النادي الاحلي شكرا يا حبتو سامي شكرا زارة جاية ان شاء الله نحتفل ببطولاتك وانجازاتك ان شاء الله ان شاء الله مشكر ضيفي ودي كانت الفكرة الاول محمد احمد بيسو لبنتمنانه ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله في رحلته في زيسكوف التشيك وهو وكل ابنانا في قطاع النشئين بالنادي الاهلي هيكون عندنا فكرة تانية مع كابتن ياسر رجب المدير الفني اللي قطاع النشئين بالنادي بترجيته والكابتن ياسر رجب شغل فترة كبيرة في قطاع النشئين بالنادي الاهلي واكتشف عديد من النجوم لكن قبل ما نروح نستقبل ضيفي الاتحاد المصري لكرة القدم دلوقتي قدم احتجاج رسمي على تعيين بكاري جسامة حكما لمباراة مصر والكاميرون نروح لفاصل وبعد الفاصل استقبل الكابتن ياسر رجب تعد الإصابات العدو الأول والأكبر لنجوم كرة القدم سواء في مصر أو حتى على مستوى العالم بسبب تأثيرها السلبي في مسيرة نجوم تركت المستطيل الأخضر وودعت الساحرة المستديرة ويعد ياسر رجب لاعب ومدارب الأهل السابق واحداً من هؤلاء الأسماء التي تأثرت مسيرتها بالإصابة والتي كانت سبباً في حرمانه من مواصلة المشوار الكروي بدأ ياسر رجب مسيرته الكروية قبل أن يتم عامه الثاني عشر في اختبارات ناشئين نادي الأهلي تحت قيادة محمود السايس وأبو الأشبال مصطفى حسين برفقة جيل ضم عدداً من المواهب على رأسهم وليد صلاح الدين تدرج بين صفوف الناشئين ولعب لمنتخب تحت ستة عشر عاماً بقيادة الراحل طاه بصري ثم منتخب الشباب بقيادة محمد أبو العز وكان ضمن صفوف المنتخب العسكري الذي حقق أول بطولة كأس عالم لمصر انتقل لعدد من الأندية من بينها غزل محلة والشرقية وبتروجيت وكانت الإصابة اللعينة سبماً في اعتزاله الكرة عشق التدريب فاتجه له مبكرة وعمل بأكاديميات الأهلي ثم البراعم وقطاع الناشئين حيث عمل مع عبد العزيز عبد الشافي زيزو ومحمد عامر وشوقي عبد الشافي والدكتور عمر أبو المجد ونحمود صالح تولى تدريب منتخب القاهرة موليد 2002 و2004 وفاز معه ببرونزية العالم للعواصم وعمل مدرباً عاماً لفريق بيتروجيت قبل أن يتولى مسئولية قطاع الناشئين ببيتروجيت معنا اليوم ياسر رجب في الأشبال يكشف خطته لتطوير قطاع الناشئين ببيتروجيت ومسيرته الحافلة موسيقى أهلاً بحضراتكم من جديد برحب بضيفي ابن الأهلي ورئيس قطاع الناشئين بنادي بيتروجيت الكابتن ياسر رجب منورة كابتن ياسر كابتن السلام أنا دايما باب أسعيد أن أنا كن موجود معاك وفي قناة النادي الأهلي طبعاً ندينا كبير اللي إحنا كلنا بنعتزه بنفتخر أن احنا كن دايماً بننتمي لي ما شاء الله شاف في التارير اللي فات آآ وانت موجود مع بعض لعب النادي الأهلي اللي هيكون لهم مستابل كبير وبعضهم أصبح ليه مستابل كبير محمد شكري أحمد عبدالقادر محمد عبدالمنعم ونعد ونعد الحمد لله يعني يمكن فعلاً البداية أنا اشتغلت في النادي الأهلي من 2005 ومشيت من النادي الأهلي 2019 يعني تعريباً 14 سنة ما هو النادي الأهلي اشتغلت في جميع المراحل يعني اشتغلت بداية من الأكاديمية البراعم الناشئين شباب يعني تدركت في جميع المراحل في قطاع الناشئين وأنا بعتبر نفسي قبل ما أتكلم عن اللعبة بعتبر نفسي أن أنا محظوظ أن أبدأت شغلي وتدريبي في النادي الأهلي فديتني كثير أسقالتني كثير جداً خدت من نجوم كبار ومسؤولين كانوا في النادي الأهلي كانوا رؤساء قطاع الناشئين في الفترة دي بداية من كابتن زيزو كان هو في الفترة دي اللي أنا طلعت فيها كان هو كابتن زيزو كان هو رئيس القطاع بعد كده كابتن محمد عامر اللي هو يعني أثر في شخصيتي بشكل كبير جداً يمكن تعاملت مع ما يقرب من أربعة وخمس سنين كان رئيس قطاع وكان بيساعدوا كابتن عبادة النحاس ثم الدكتور عامر أبو المجد ثم الكابتن عادل طايمة كابتن محمود صالح يعني النجوم كبار أسقالوني بشكل كبير جداً أفادوني بشكل كبير جداً فأنا بعتبر نفسي كابتن أن أنا فعلاً محظوظ أن أنا بدأت تدريبي واشتغلت في النادل أهلي يمكن دي من الحاجات اللي هي أثرت في شخصيتي وفي سلوبي المهني حتى في التدريب أن أنا بدأت في النادل أهلي عايز أكلمك عن واحد من اللي أنت اكتشفهم كابتن ياسر رجب لي بصمة كبيرة عليه وهو قال كده محمد عبد المنعم إيه حكايتك مع محمد عبد المنعم منعم أنا في البداية كنت مازك فريق 98 في الأول المدة أول ما طلعت وبعد كده المسم اللي بعد يعد طول مسك كابتن عامر قال ياسر أن عايزك تمسك فريق 99 فيها مجموعة لعيبة كويسة وعايزين نشتغل معهم يعني بشكل كبير يعني الفرقة كان عددها كبير شوية يمكن كان معنا كابتن عبد الله عشور برضو من الناس اللي هي المحترمة جداً الواحد اللي هو بيعتز بيها يعني جميلة وشغله على مستوى علي جداً مسكنا فريق 99 في الأول كان فرقة عدد كبير ابتدنا ننطق اللعيبة يعني مش هنقول الصفينة لكن قللنا عدد اللعيبة شوية عشان نقدر نشتغل معهم بشكل كويس موضوع منهم في البداية كان بيلعب مهاجم مهاجم وهو مميز أنا شايف فيه حاجات أولاً انقضاضه مميز انقضاضه قوي جداً يعني هو بيلعب مهاجم انقضاضه كويس جداً بيلعب دماغه كويس جداً كورته كويسة احنا في السن الصغار يا كابتان اسامة بيقابلك يعني مش عايزين نتكلم نقول ايه مسننين ومزوارين منعيم كان عنده ميزة انه هو بيمتاز بالقوة والصر رغم ان جسمه ما كانش قوي يعني لكن هو الولد كان ماشاء الله مميز في الحاجات انا خدت الحاجات اللي هي مميز فيها وبتديت قلت ايه انا ممكن اوظف منعيم في المكان ده يعني كابتان ياسر راجب دلوقتي المدافع اللي احنا بنشوفه مكسر الدنيا مع منتخب مصر كان هو السبب الاول ان يوظف محمد عبد المنعيم من مهاجم لمدافع علشان يصبح دلوقتي من الركاز الاساسية في منتخب مصر يعني بعد فضل ربنا يرجع الفضل كابتان ياسر راجب ربنا خليك هو توفير ربنا طبعا في المقام الاول اخير هو يمكن محمد زعل في الاول يعني هو الداية لا جدا الموضوع كان فارج معها بشكل كبير جدا ويعني كان ممكن يوصل لان هو كان ممكن مجيش النادي تاني زعل اه هو الولد ما شاء الله ربنا يحفظه جميل يعني يعرف انت شفاف كده وناقي والده راجل محترم جدا هو كان رافد طبعا انت في النادي الاهلي فانت بيروح وبيلعب وبيجي بجوان بتكسب بسكور فهو فرحان ان هو بيجي بجوان يعني بس انت بصص لقدام بالزبط اللي عن الخبيرة هي دي اللي انا شفتها يعني شفتها في منام حتى انا جي والده اتكلم معايا يعني يمكن المكالمة يعني الراجل محترم جدا بس هو جاي عايز يرايح ابنه يعني وفي نفس الوقت يشوف في وجهة المصدرية يمكن المكالمة معا ما خدتش وقت كبير يعني والله قلت له انا شايف ان محمد ان شاء الله في حتة ده يبقى كويس وانا ما ببصش المرحلة دي انا ببصه لقدام شوية وده كلام اللي قلته المنعم قلت له المنعم ان شاء الله في يوم الايام انت هتلعب منتخب مصر من الحتة دي يا كابتن انا كابتن انا مش عارف انا مش بحبه المهم ايه طبعا بعت معايا جلسات كتير جدا بشكل شخصي وبشكل فردي وهو كان رافض حتة انه يلعب مدافع خالص فانا طبعا ابتديت اتعامل معا نفسي شوية ابتديت عاود معا عادات بشكل فردي اعرفوا واجبات المكان ايه كنت بديله حتة ميزة انه هو هو ماشا الله كترجلك كويس كنت بخلي مثلا فيه فاول اطلع خليه شوته كوري عليك وطلعه فيها كان بيطلع بيجيب جوان فكانت الحاجات دي كان ساعات بتبسطه ابتدى انه هو مش فائي يعني هو كان حابب انه يجيب جوال فعشان كده اقام رافض انه يرجع وعرفها لما ابتدى يشتغل حتة دي وانا اديله الحتة اللي هو ممكن من خلالها انه هو ممكن يوصل ويجيب جوال وفي نفس الوقت يقدي بشكل كويس ابتدى مع الوقت يقتنع وفعلا ابتدى يحب المكان يعني على الفكرة على تواصل مع بعض على طول في تواصل مستمع طبعا حتى في البطولة دي فيه تواصل بينه وبينه يعني فيه برسائل هدفه في السودان والهدف بتاعه اللي يعتبر شارك فيه بنسبة كبيرة في المغرب كان بيعملها هو موجود معك وحاكم كنت مدرب عام في فريشة وبالاهل بص هو منع كان مميز في الحتة دي بص حضرك من صغره حتى وإحنا صغارين كان الكرانر الفاولات الحاجات اللي على الجناب كان بيطلع وهو ما شاء الله طيمن جايب عنده هايل بيطلع وبيوجه وفيه قوة في اداءه يعني من زمان وهو مميز في الجزئية دي يعني انا كنت سعيد جدا طبعا يعني سعيد جدا يعني ابي عايز اقولك ممكن اكون سعيد اكتر من منع من نفسه ان هو حتى انا بعد الماتش بعت له رسالة هو رب علي قال كيبا لا طبعا قال يا كابتن الحمد لله والبركة في ربنا وفيك ورسالة معي على التلفون يعني فهو طبعا ولدنا بالنبع سعيدات جدا ان انت ما بتعمل حاجة مع ولد وتحس ان هو الحاجة دي اثرت فيه وعلمت فيه وهو كمان شايلها يعني عارف انت كابتن اللي نوعه برضو من اصل طيب الحمد لله معظم الولاد اللي احنا اشتغلنا معهم الحمد لله من ابرز النجوم تانية يا كابتن ياسر بص يا كابتن يعني 15 سنة في ناد الاهلي circuit طلعتaces نجوم ونجوم بص احمد عبدالادر بدأ معام 유 الاكاديمية يعني من اكاديمية اللي بدأنا منketه Nevermind زي ما قلت حكا سعيده برضو معانا كابتن عبدالنبع عشور كان او برضو مدير الفن الاكاديميات واحمد كان من أكاديمية المنصورة وكنا منجيبه هناكاديمية قاهرة لان هنا كدائما في شغل واما في شغل والسوط هنا كان بشكل كبير جدا من خلال الأكاديمية طلع للقطاع وبدأنا نشتغل معه في القطاع محمد أحمد من اللعيبة اللي هي بتحب تمسك الكرة كتير قوي يعني عارف كان وهو صغير كان الكرة دي مش عايز سيب فأنت ابتدت تشتغل عليه إمتى أحتفظ بالكرة وإمتى ما أحتفظ بالكرة في المكان اللي أنت ممكن تشتغل فيه أن أنت تحتفظ بكرتك وتبدأ تفيد فرقتك ابتدت توصله يعني الفروقات إن أنا إمتى أشتغل بفردي وإمتى أشتغل جماعي وإمتى أربط مع زميلي فالموضوع كان برضو خد وقت معه بشكل كبير لأنه هو أحمد من الشخصيات من صغره هو شخصيته قوية ودايما عايز أعرف كل حاجة ودايما يجادل بس بأدب يعني بحقرام بس هو عايز أعرف كل حاجة فكان اللي زي ده كان بيتعيبك شوية أنت أخذ بالك أن أنت لازم تقنعه ولازم توصله اللي أنت عايزه بشكل كويس لكن الهواء ما شاء الله ماشي بشكل كويس وبخطة كويسة وإن شاء الله أنا كنت أتوقع له من زمان أنه هو إن شاء الله يكون حاجة كبيرة على فكرة بمناسبة أحمد كان فيه سفرية في قطر وإحنا صغيرين عندنا 14 سنة فما كنش يرجع من هناك أصلا يعني هو والده والده وكاليمني كان الموضوع هذا ما حدش يعرفه غير أنا ووالده لكانت سفرية تبع الناد لأهل بطولة عودية وهو هناك أدى بشكل كويس رجعنا من بطولة ليت والده بيكلمني في النادي يعني والده لو بيسمع أكيد ما حدش عارفه غير أنا وهو بس فالكابتن الناس بتوع قطر في سباير القطري كانت البطولة معمولها في سباير عرضين مبلغ كان مبلغ كبير جدا على الوالد عامده 14 سنة فأنت شايفي قلت له شايف أن أنت ما تفكرش في الكلام ده اعتبره لم يجاش بنفس اللفظة كده قلت له هنا في النادي الآلي مستقبل أحمد وإن شاء الله هيبقى حابة كويسة ونصبر شوية ما تستعجلش ما تبصش تحت رجل وفعلا يعني الحمد لله كان فيه ربط بيني وبين الولاد وأولئة أمورهم كان فيه علاقة بيني وبينهم قوية جدا على طول كان فيه تواصل كان فيه مشاكل بتباعة عندي الولاد كان دائم بالزبط أنا كنت متقصد بالولاد في البيوت في أوقات أنت فيهن بيتخضوا يعني فهم يعني أنا لو حبك وحس من جوا أن أنت فعلا خايف عليه وخايف على مصلحته وعايز توصله لمرحلة كويسة هتلاقيه فيه استجابة يعني فيه طبعا فعالية بقى تاني فيه محمد نصير من اللعبة برضو مميزة جدا على فكرة النصير طبعا علشان بس بولولي الدلوية يجب أن نروح لفاصل عايز بقى أتكلمك عن تجربة الأهل في كاس الربطة ومشاء الله برضو فيهم أبناء ليك كتير محمد نصير وعبد الرحمن ومغربي وهنعد وهنعد هنتكلم عن التجربة دي ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد كابتن ياسر شاف تجربة الأهل إزاي في كاس الربطة ماشاء الله عدد كبير جدا يعتبر فرقة من قطاع النشيب الناد الأهلي اللعبة دي تمرنت قبل كده معاك موجودين دلوقتي وبقدوا مشاء الله مستوى رائع وكمان الجمهور يعني متطمن على قطاع النشيب الناد الأهلي هي طبعا التجربة دي كابتن جريئة في البداية يعني نحن 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 نتعاودين أي بطولة تدخل فيها باسم الناد الأهلي أنت مطالب أن تدخلها أي أن كان بطولة بطولة ودية بطولة رسمية حتى لو بنلعب خماسي ونحن بنلعب خماسي عايز أكسب فده اللي نتعاودنا عليه دائما في الناد الأهلي هي جرأة هنا في إيه أن أنت هنا أنت عامل استراتيجية وابتدت تشتغل عليها هي قصيرة وقصيرة المدى أننا في الفترة اللي هي بتاعت البطولة ابتدت هي حاجة من الاتنين ومشت في خطين أول حاجة أنت بتدت توصل لمستوى اللعبة دي هل تقدر تثبيت منها المرحلة اللي جاية بنسبة قدية الثاني حاجة هي جانب تصويكي بالنسبة للنادي وفعلا التجربة نجحت بشكل كبير جدا بصرف النظر على النتاج وإن كانت ما فيش نتاج سلبية يعني باستثناء ما تش يسموها لزروف خاصة لكن النتاج كلها إيجابية خصوصا المغارات اللي لها فيها الولاد وشاركوا فيها بشكل كبير جدا الحاجة التانية اللي أفت نظري اللعبة النادي الأهلي متأخر اللعبة الصغيرة تقدر ترجع ترجع قدام الإسماعيلي ترجع قدام المؤولين فرق كبيرة وخبرات في دور المنتاج كبتن أسامة دي سمات موجودة دايما في لعبة النادي الأهلي موجودة من صغرهم يعني حتى وإحنا وإحنا شغالين مع الولاد في سنه صغير أنت دايما بتوصله أن أنت بتلع في النادي الأهلي بتوصله كيمة النادي الأهلي بتعرفه المكان اللي هو بيشتغل فيه وبيشتغل من خلاله أن المكان ده ما ينفعش يكون خسران ما ينفعش يكون في حتة مش من اللي لفت نظرك في اللعبة اللي لعبت يعني شوفنا محمد أشرف شوفنا نصير عبد الرحمن آه طبعا زياد طارق طبعا أشرف رأفت 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 خليل رأفت أصلا باكليفت لكن هو توظف الحتة لقدام بيشتغل في حتة لقدام هو باكليفت هايل يعني إيه ركف محمد أشرف عجبك هو من جلتي موجود معناد لها محمد من الباكات بكرة كويس مهاري عنده الحتة الهجومية بيمتاز بيها بشكل عالي بشكل عالي الكروسات والتكملة مع المعجمين مميز فيها بشكل كبير جدا إن شاء الله محمد بإذن الله الفترة اللي جاية هبقى له دور كبير جدا وإن شاء الله الفترة اللي جاية إحنا الناد الأهلي هيعتمد على أولاده بشكل كبير جدا زياد طارق زياد طبعا من اللعبة المميزة اللعبة المهارية عنده حلول فردية بشكل كبير جدا زياد إن شاء الله بإذن الله يمكن هو كان أخذ تقربة تقربة إعارة مع الإسماعيلي بس المتالي ما شاركش فيها ما استفدش أو الناد الأهلي الإسماعيلي ما استفدش منه بشكل كبير للأسف كان ممكن الناد الأهلي يستفيد خصوصا السنة فاتت كان الناد الأهلي ماشي بشكل برضو كانت الظروف صعبة والدفع في الظروف صعبة وبصعبة هي بتبقى عايزة جرأة برضو يعني عايزة جرأة بس الولد لايب كويس يعني لا كان هيفيد وكان ممكن يعمل إضافة للناد الأسماعيلي لكن ربنا يكرمه إن شاء الله محمد شكري واحد من أنت برضو اكتشفته متعبته معاه دلوقتي مميز منشوف له هدف حلوة أوي وحاسمة في الدور منتاز من كرات سابتة برضو كانت مميز فيها في قطاع النشي من نادي الأهلي شكري من زمان بيحب دائما نعب الكرات السابتة هو دائما حتى لغاية الفترة اللي احنا بني كان فيها لبردو متواصل مع شكري لغاية الفترة اللي احنا فيها دي شكري فيه أوسة صغيرة كده في رجله فكان لما بيجي يلعب الكورة السابتة فكان بيلف رجله شوي فكان لما يجي لف رجله الكورة كان بتبعد عن الهدف أو اتجاه المربع فكان ما كنت بقول له دائما أو اصطراله بصوب بقول له ما تلفش رجلك هي لفة لوحدها فهو كان مش محتاجة لف اه فابتدت التعلق معاه فما أول ما تيجي كورة سابتة وكان على فكرة بيتمرن عليها بشكل كبير جدا بعد كل تدريب فكان لما جي كورة تيجي كورة سابتة أول حاجة أقول هالو ما تلفهاش هي لفة لوحدها انت فهلا فهيجي في الصصلي وفعلا كان بيعملها بشكل كويس فيه جون جابه مع اسموحها جوني السنة دي كان في الاتحادس بالضبط أنا قاد جنبي يا ابني قلت له كورة دي جول يعني فهان دي حارفه اه حتى بعد المتش كلمته كلمت شكرا قلت لابني كورة دي جول فرحبا بصصة كده فعلا جاء وحطها بشكل مميز جدا لأنني عارف هو ماشر الله الحاجات دي هو بيتقنها هو مركز فيها بشكل كويس اتمرنا عليها كتير من خلال شغلنا معاه يعني ان شاء الله أنا بسعج جدا كابتن السامان الولاد دول على فكرة محمد نصير من اللعبة المميزة جدا دي خلي بالك محمد نصير بلعب في نص الملعب بلعب في مركز دي الوقت غير مركز محمد نصير في وسط الملعب حاجة تانية حتة تانية خالص لأنني أنا عارفه واشتغلت معاه كتير نصير لو اشتغلت الحتة بتاعة نص الملعب سواء كان ستة أو تمانية هيبقى دي كده بمراحل ده طبعا بجانب مانو مانو ما شاء الله من اللعبة اللي هي براحة فيوتشار دلوقتي برضو خبراته في الدور الممتاز أنا برضو مانو لسه كنت متواصل معان بارح وعرفت مش متتواصل مع كل اللعبة كابتن بكلموك في تواصل الحمد لله علاقتي بالولاد الغير دلوقتي اللي الحمد لله علاقة بهم كويس لأن أنا مسكتي الولاد دول في مرحلة عمرية كانت مهمة جدا إن هي ابتدت إن هو بيبدأ من سن الطفولة لسن النضج مرورا بقى بمرحلة المراحقة مرور بمرحلة النمو والكلام ده وكل فأنت كان مهم جدا أن أنت تبقى قريب من الولاد فأنت فعلا ارتبطت بهم بشكل كبير جدا فالحمد لله رب العالمين يعني فعلا أنا سعيد جدا صالح نصر من اللعبة برضو مميزة كنت جبته من الانتاج الحربي الفرصة بشكل بجير ممكن إن شاء الله الجيل وفترة جاء فخري من اللعبة برضو مميزة كنا تكلمنا عليه إن كان من محلة فخري إحنا متكلمين إنه يجي من محلة واحد تالي برضو عز أفكرك به أحمد سيد عبد النبي أحمد سيد عبد النبي ده موليد ألفين يعني أحمد من اللعبة اللي هي المميزة أحمد سيد عبد النبي ألفين واثنين ألفين واثنين وأحمد لاب معي على فكرة خدته معي في متخب القيارة مسجدنا متخب القيارة فترة مميز قوي جريء بيمتاز برضو بالجانب الهجومي بشكل كبير جدا من اللعبة برضو إن شاء الله لها بقالها مستقبل فيه لعيب برضو يعني فيه لعيبة مشت من نال الأهلي فيه إبراهيم السيد راح البنك الأهلي دلوقتي وماشي بشكل كويس أو فارس فارس طارق برضو ماشي مع فيوتشر دلوقتي كان السنة اللي فاتت راح المقصة وبعد كده راح فيوتشر السنة دي لا الناد الأهلي دايما ما شاء الله أولاده منتشرين بشكل كويس واحد من اللي انتك كلمت عنهم محمد أشرف الباكليفت المميز يعني هو دلوقتي موجود مع الأهلي في المنديال تعال نشوف محمد أشرف قال لنا إيه لبنامج الأشبال بالنسبة لمشاركتي في كاس العالم الأندية طبعا ده حلم حلم لأي حد إن هو يبقى موجود مع الناد الأهلي في أول بطولة كاس عالم ده فخر اللي هي وفخر الأهلي وأي حد يتمنى يكون مكاني وإن شاء الله نعمل بطولة كويسة وتبقى حاجة كويسة لها بإذن الله شايف الضغوط إزاي انتوا أخدين الموضوع بجد اللعيب انتوا كلكم كابتن وليد سريمان كابتن رامي ربيعة أفشا حسين الشحات كابتن بيقولولكم إيه اللعيب الكبار كلهم كلهم بيتكلموا معنا كويس وما فيش ما فيش حد صغار هنا انت مش صغار طالما انت موجود مع الفريل أول مش صغار انت زي أي حد ومحسوب عليك وكلهم بتكلموا معي كويس وتمارين ماشية كويسة وبنجتهد وإن شاء الله نعمل مطش كويس مطشة بإذن الله شايف الأجواء إزاي من أول الطيارة في البعثة والوصول واستقبال الجمهور في المطار شايف ده ليه وانعرف ان ده برضو ممكن يكون جديدة عليك إنك بتشوفوا الجمهور واحد مستنيكوا في المطار وكده طبعا ده مش غريب على جمهور نادي الأهل ودايما معاودنا على كده وهو معاودنا على كده وإن شاء الله نعمل بطولة كويسة بإذن الله شفنا روحكم العالية جدا وفي كسر ربطة وشفنا قديين كنتوا حتى لو انتم متعدلين عايزين تكسبوا وكان عندكوا روح وحماس بلاس تسعين كان عندكوا دايما روح الفنانة الحمرة شفت ده إزاي في كسر ربطة هذه شخصية النادي طبعا إحنا بنلعبش على التعادل وبنلعب الحسارة إحنا دايما بنبص على المكسب إحنا كنا خسرين بنشوف إزاي نتعادل وبعكنا نشوف المكسب جايز إزاي والحمد لله يعني كنا ماشيين كويس وربنا كان فيه طوفيق ربنا كرمنا فيه إن شاء الله كابتن أسامة حسني وبرنامج الأجبال كان ليه دور برضو معاك ودايما وفي الماتشاط اللي كابتنزي على قناة النادي الأهلي وكابتن قولي إيبقى لكابتن أسامة وبرنامج الأجبال طبعا برنامج الأجبال هو الظهر محمد أشرف هو الظهر لعبة كتير كابتن أسامة دايما بتكلم معنا وبتكلم معاه شخصيا هو في ظهرنا على طول ولولا البرنامج بتاعه ما كانش مكناش ظهرنا بالمستوى ده فبحب أشكره جدا وإن شاء الله نعوده على المكسع بدايما بإذن الله كلمة أخيرة تقولها الجمهور النادي الأهلي تخليكم في ظهرنا وإن شاء الله بيكو هنعمل بطولة كويسة بالتوفيه إن شاء الله لرجالتنا مش هقول لأبنائنا الصغيري لا رجالتنا اللي بيمثلوا مكتاع الناشئين في المنديال وتوفيه لكل لعب النادي الأهلي أخيرا كابتن ياسر شايف اللعبة الصغيرة دي اللعبة الصغيرة اللي خارجها السنانية مكتاع الناشئين وهي موجودة في محفل عالمي منديال عالمي بيمثلوا النادي الأهلي فيه شايف التجربة دي وشايف العبة الصغيرة دي إزاي أتمنى من ربما سبحانه وتعالى إن هما يكون لهم دوره ويشاركه هي كتبت في تاريخه وفي سيفي بتاعه إنه هو ضمن البيعس اللي كانت موجودة في كاس العالم الأندية أتمنى من ربما سبحانه وتعالى إن الولاد دول إن شاء الله يبقى لهم دور أنا أعرف طبعا الدين هتبقى صعبا تبقى المشاركة بشكل كبير هيبقى فيه طبعا بعض اللعيبة تشارك إن شاء الله أتمنى لهم التوفيق لكن عايز أقول للعيبة دي وجودكوا مع النادي الأهلي بقيمته وقيمته كبيرة في مكانة زي دي وفي مكان زي ده ده بحد ذاته نجاح لكم ويكون دافع لكم اللي جاي إن شاء الله ونتمنى لهم كل التوفيق يا رب بإذن الله كابتن ياسر شرفتنا ونورتنا حبيبا كابتن سوى شكرا جزيلا في مكان هالك لعمل حاجاء كويسى بكده وصلنا إلى نهاية حلقاتنا باشكر في كابتن ياسر راجب مدير كطاع الناشيم بيتروجيت اللي بتمنى له كل التوفيق وأيضا نتمنى لبعثة النادي الأهلي إن شاء الله كل التوفيق يوم 5 فبراير بعد أيام قليلة أمام منتير المكسيكي إن شاء الله يعني تاريخ جديد يكتب للنادي الأهلي رغم الصعوبات الموجودة لكن دايماً الأهلي بمن حضر رسالتي بقى الكل جماهير الناد الأهلي انتظروا الساعة العاشرة إن شاء الله أولى حلقات برنامج الأهلي في المنديال مع الكابتن إسلام الشاطر النهاردة الساعة عاشرة أولى حلقات الأهلي في المنديال هتعيشوا بقى أجواء الأهلي في المنديال هتعيشوا مع بعثة الناد الأهلي هتعرفوا كل الأخبار مع الكابتن إسلام الشاطر في الساعة عاشرة شكراً بشكر حضراتكم شكراً جزيلاً وإلى اللقاء